السلام عليكم وزارة الماليات تعلن مواعيد صرف مرتبات أبريل ومايو 2024 أعلنت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات شهري أبريل ومايو 2024 للعاملين بكل الوزارة والهيئة والجهات التابعة لها مضيف أنه تم تحديد خمس أيام بكل شهر لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاض نوه وثلاثة أيام من كل شهر لصرف متأخرات مستحقات العاملين قال شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية إنه سيتم صرف الرواتب العاملين بالدولة عن شهر أبريل بدأ من الحادي والعشرين من أبريل والمتأخرات أيام أربعة سبعة ثمانية من الشهر نفسه وصرف مرتبات شهر مايو بدأ من ثلاثة وعشرين مايو والمتأخرات أيام ثمانية تسعة اثنى عشر من الشهر نفسه على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في مكينات الصرف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة الماليات الإلكترونية أهب بالعاملين في الجهات الإداريات عدم التزاحم على مكينات الصرف الآلي خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية وها هنا قد وصلنا إلى نهاية الفيديو أرجو أن يكون قد نال إعجابكم ترجمة نانسي قنقر